السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hello everyone أنا اسمي أحمد بين قناة أسرار التوفل متخصص بشرح الاختبارات اختبارات اللغة الإنجليزية مثل التوفل والآيلتز فمن هو مهتم بدراسة الاختبارات السابقة يتواصل معي حسابي في التليقرام موجود في التعليق الأول ومن هو مهتم بدراسة الآيلتز هناك موقع يحتوي على دروس مسجلة رابط هذا الموقع الخاص بي موجود في التعليق الأول في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نختم جزء الاستماع لنموذج التعليم وسوف نبدأ بسؤال الخامس والثلاثين ما هي المعلومة التي فاجأت هذا الرجل متى تعلمت هذه المرأة المعلومة عن النوم ما هي الفئة العمرية لهذا الرجل تقريبا كم عدد الساعات التي يحتاجها الأشخاص الكبار في السن طيب نبدأ الآن عندنا محادثة مكونة من شخصين الرجل والمرأة استمع إلى محادثة بين عادات النوم did you know طبعا هذا الكلام أو هذه المحادثة تبدأ ب خطاب المرأة هل تعلم أن المتوسط المتوسط فرد هذا الرجل وقال really حقا I would have thought that the opposite was true كنت أعتقد أن العكس هو الصحيح that people needed more sleep when they were older أن الناس كلما زادت أعمارهم احتاجوا إلى وقت أطول للنوم كان هذا الاعتقاد في مفهوم هذا الرجل فردت no studies dearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age أظهرت الدراسات أن العكس هو الصحيح أن كلما زاد العمر قل الوقت للنوم I was just reading a journal article for my psychology class and it contained some really interesting information about sleep فقالت هذه المرأة قرأت مقال صحفي عن حصة psychology psychology واتحتوي على معلومات عن النوم ومثيرة للاهتمام فرد الرجل وقال حقا what did you find out ماذا كنت شفتي young required most sleep and that should come as no surprise the average one اكتشفت أنه الأشخاص الذين هم بعمر السنة يحتاجون ثلاثة عشر ساعة في اليوم لكي ينامون people in their twenties need about eight hours أما الأشخاص الذين هم بعمر العشرينات يحتاجون إلى ثمانية ساعات من النوم فقال الرجل that sounds about tight to me هذا يبدو فترة قصيرة بالنسبة لي that's my age group أن هذه هي الفئة أو هذه هي الفئة العمرية الخاصة بي العشرينات and I know I am at my best when I am able deep that much each night what about older people ماذا عن الأشخاص الكبار well the average amount of sleep decreases with age كلما زاد العمر قال وقت النوم and in the study I read the average amount of sleep for people in their fifties was between أما الأشخاص الذين هم بعمر الخمسة عشر ok بين الخمسة إلى ستة ساعات بكل ليلة ok that is really surprising to me هذا مفاجئ بالنسبة لي أعتقد أن العكس هو الصحيح وهذا كلام الرجل إذن نبدأ الآن بالإجابة على الأسئلة what information surprised the man المعلومة التي فاجأت الرجل أنه كلما زاد العمر قل الوقت خمسة وثلاثين كلما زاد العمر أن الحاجة للنوم تقل ما أعتقد مسلم هذه هي المعلومة التي فاجأت هذا الرجل طيب السؤال التالي when did the woman learn this information about sleep متى تعلمت هذه المرأة المعلومة في فصل أو في حصة السايكولوجي من مقال قرأته from article السؤال غلط المفترض أنه يكون where يعني أين تعلمت هذه المرأة مو يكون وين يعني متى طيب what is the man's age group ما هي فائل العمل للرجل التوينتيز العشرينات أوكي approximately how many hours of sleep night does fifty night does fifty olds require كم عدد الساعات التي يحتاجها النعم في عمر الففتي عفوا أنا فوق قلت خمسة عشر هي الخمس الخمسين في يحتاجون إلى ستة ساعات six hours وهكذا نكون قد انتهينا من جزء الاستماع لنموذج التعليم وسوف نبدأ في الحصص القادمة بشرح قسم القرامر الخاص بنموذج التعليم واذا انتهينا من القرامر نبدأ في النموذج التالي فاذا استفدت من هذا الفيديو نرجو دعم هذا الفيديو باللايك والاشتراك بالقناة وكتابة التعليقات تحفيزية ونشر الفيديوهات مع أصدقائكم لأن كل هذا يشجعنا على الاستمرار في نشر المزيد من الفيديوهات التعليمية وعراكم في الفيديوهات السابقة والقادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة